للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي باسم أبو سمية سيد أبو سمية بداية هل يمكن بالفعل أن تنفذ تركيا هذا التهديد بإقامة منطقة عازلة بشكل منفرد دون واشنطن؟ لا أعتقد لا تملك هذا القرار طالما أن الخلاف ليس وليد الأمس الخلاف أو فكرة إنشاء المنطقة العازلة من 2013 وصله كذا سنوى لذلك ما زال هناك نقاشات حول الموضوع وإن كانت متعطلة تنفيذ الاتفاق يعني لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق شامل يضمن لأن الطرفان يتبادلان الاتهامات تركيا تقول أن الولايات المتحدة تماطل والولايات المتحدة لها اشتراطات وهي أن تحافظ على حزب العمالي الكردي الذي يعتبر القوى الموالية لها والوضع الأمريكي الذي يبدو غامضا حتى الآن حول خروجها والجدل القائم داخل الكونغرس ما بين معارضة ترامب للتواجد ومعارضة الكونغرس لمسألة الخروج إلى أي مدى يمكن أن يبقي هذه المسألة؟ مسألة الخروج الآن أصبحت قضية محسومة لأن الكونغرس صوت على تأجيل الخروج إلى أن يتم التأكد من أنه خطر المنظمات الإرهابية قد زال وخصوصا تنظيم الداعش الإرهابي ولكن هناك اشتراطات كما قلت للولايات المتحدة هي أن تحافظ على من دوبها في تلك المنطقة وهو حزب العمالي الكردي أو حزب الوحدات الحماية هي جزء من حزب العمالي الكردي الذي تعتبره تركيا إرهابي وتريد اجتثاثه من المنطقة وهنا الخلاف أيضا ما هي الورقة التركية التي تمتلكها لكي تلجأ إلى هذا التهديد لسيما وأنه لا يمكن بالفعل كما ذكرت أن يتم هذا الأمر بدون وجود واشنطن أو برعاية واشنطن يبدو أن تركيا تعتمد على التنسيق الذي تخاطط له مع الروس والإيرانيين وهناك كما يقال عن لقاء قمة ثلاثية بين أردوغان وبوتين وروحاني لتطبيق هذه المسائل ولكن هذا المخطط أعتقد بدون مشاركة الولايات المتحدة وإشرافها أيضا لن يتم ماذا ننتظر من الولايات المتحدة الآن سيد أبو سمي هناك عقبات أمام ذلك على الولايات المتحدة التي لم تحسم حتى الآن قرارها بخصوص جدول زمني واشتراطات أخرى كلاهما الطرفان يستخدمان ورقة وحدات الحماية التركية هذا يريدها خارج وهذا يريدها في الداخل إذا لم يتم ذلك يجب أن يحسم الآن الموقف الأمريكي وهو بالفعل غامض حتى الآن ولم تقدم أي توضيحات حول موقفها وكان واضحا من زيارة جون بولتون إلى تركيا لأنه لم يحمل معه أي مشروع وبالتالي ما تقوله تركيا في هذا المجال هو صحيح شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي والمحلل السيسي سيد باسم أبو سمي